اشتركوا في القناة تقرير على أن بعض الملعب لم تنتهي بها الأشغال قبل أقل من شهرين فقط عن بداية المنافسة بالإضافة إلى أن الكاميرون لم تمتثل للتوصيات المقدمة من طرف مسؤولية الكاف هذا وتوجه الأمن العام للكاف برسالة شديدة لهجة إلى وزير الرياضة الكاميروني معبرا فيها عن مخاوف الاتحاد الإفريقي بشأن ملعب أوليمبي الذي من المفروض أن يحتضن حفل الافتتاح الكاف هدد بنقل المباراة الأولى إلى ملعب آخر في حال عدم انتهاء الأعمال في الملعب الرئيسي وحسب تقارير صحفية فإن الجهات النافذة على مستوى الكاف تسعى إلى نقل المنافسة أقول إلى بلد آخر أكثر جاهزية والذي قد يكون مصر جنوب إفريقيا أو حتى قطر فصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قضية تغيير نظام المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال بعد إعلانه اليوم عن جدول أعمال الجمعية العامة الاستثنائية المقرارة الجمعة المقبل ولم يدرج الكاف في جدول أعمال الجمعية المحور الخاص بتغيير صيغة المواجهة الفاصلة ما يرسم إقاماتها بصيغة الذهاب والإياب مثل ما كان مقررا سابقا وسينقش الاتحاد الإفريقي خلال الجمعية العامة الميزانية السنوية المعدلة لسنة 2021 و2022 إضافة إلى برنامج تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا وكأس العالم لرجال وسيدات ودوري السوبر الإفريقي في أخبار محترفين كشفت صحيفة كومبيتيسيون الجزائرية عن بعض أسرار قائمة المنتخب الوطني المعنية بالمشاركة في الكان القادم الصحيفة قالت بأن النخب الوطني جمال بالماضي أدرج اسم مدافع كلير مونفوت الفرنسي حكيم زيداتكا ضمن قائمته الموسعة تحسب للموعد القاري ويرى بالماضي بأن زيداتكا واحد من بين الحلول التي قد يلجأ إليها لتدعيم مركز ظاهيري الأيمن لدفاع المنتخب خاصة بعد إصابة يوسف عطال صاحب الواحد وعشرين ربيعا الذي ينشط في البطولة الفرنسية يعد واحدا من المواهب الصعيدة التي بإمكان المنتخب الاستفادة منها في الاستحقاقات القادمة نبقى دائما مع أخبار محترفين حيث اخترى دولي والجزائري محمد الأمين عمورة ضمن تشكيلة الأسبوع في البطولة السويسرية لكرة القدم لهذا الأسبوع عمر المنتقل حديثا إلى البطولة السويسرية تعلق بشكل لافت خاصة في المباراة الأخيرة لفريقه أمام نادي لزارني التي سجل فيها اللاعب السابق للوفاق الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز لوغانو بثلاثية لواحد محليا شهدت اليوم مباراة سنف الرديف بين فريق مولودية الجزائر وشباب قسنطينا أحداث عنف بعد نهاية المباراة جراء اعتداءات على لعبي مولودية الجزائر مثل ما توضحه الصور يأتي هذا في وقت خلص فيه الاجتماع التقنية الذي عقد أمس بخصوص مواجهة لا كابر إلى منع أنصار مولودية الجزائر من التنقل إلى قسنطينا نظرا للحساسية الكبيرة بين الفريقين إلى أن الأمور امتدت إلى لعبي الأصغر الذين تعرضوا لاعتداء جسدي ودون حكم اللقاء ومحافظ المباراة كل الأحداث التي شهدتها المباراة في انتظار صدور قرار ردعي من الهيئات الكروية خاصة بعد إصابات متعددة في صفوف لعبي مولودية الجزائر دوليا تستكمل اليوم مباراة الجولة الخامسة من رابطة أبطال أوروبا التي سيكون فيها دولي والجزائري رياض محرز على موعد مع مواجهة القمة أمام باريسان جيرما ومن المنتظر أن يشارك محرز أساسيا في هذه المواجهة التي يسعى فيها أشبالو غورديولا إلى تعزيز رصيده من النقاط من أجل البقاء في مركز صدارة وفيما يلي مشاهدي الأفاضل الجدول الكامل لمباراة اليوم ختم أخبار الرياضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة